وهنكمل اللي احنا بدأناه قبل كده من حل نمازج المراجعة النهائية من كتاب المعاصر وزي ما تعودنا بنقرأ السؤال ونقول معاني الكلمات الصعبة فيه وكمان سبب الحل خليكم معانا بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر أحمد العبد من قناة دروس العالمية أونلاي لو ديت أول مرة لك معانا في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة واتفعل الجراز علشان يوصلك الفيديوهات القادمة إن شاء الله وبشكر كل الناس اللي عملت لايك المرة الماضية وعلقت وشجعتنا علشان نستمر هنبدأ بقى مع النموذج الرابع من المراجعة لو ما كنت شفت طبعا النموذج الأول والثاني والثالث هيظهروا الآن بالتتابع في أعلى الفيديو أو الرابط بتاعهم هتلاقيه في الوصف أو في أول تعليق يلا بينا نبدأ مع أول سؤال طبعا أول سؤال عندنا بيقول إيه Choose the correct answer from A, B, C or D number one A or an not means a short form of a word or expression طبعا بيقول الكلمة ديت معناها طبعا شكل قصير للكلمة أو التعبير هل ده antonym اللي هو ضد الكلمة أو synonym المراضف abbreviation اختصار prefix اللي هو الحروف البادئة اللي بتيجي فول الكلمة طبعا تبقى ايه abbreviation number one number two life is changeable all the time so you must be ready to not to any new situation عايزو لك إن الحياة متغيرة changeable يعني متغيرة طول الوقت لذلك you must be ready لازم أن تكون مستعدين أن تتعمل أي فأي موقف adapt يعني يتأقلم أو يتكيف adopt يتبنى وفي الأغبطة من الكلمتين admire يعقب ب add يعني يضيف طبعا إحنا بنطور كثير من adapt و adopt adapt ديت يتأقلم أو يتكيف adapt ديت يتبنى طبعا هتبقى ايه adapt أنا عايزة تأقلم على أي موقف وده وقدر اتكيف عليه number three do you think your reasons to fight with your colleagues or your colleagues are not هل تعتقد أن أسبابك بتاع الشجار الأسباب بتاع الشجار مع عاصة وزملائك هل هي sociable sociable يعني طبعا اجتماعي يعني بيحب الاختلاط بالناس يعني ولا social حاجة اجتماعية زي مثل مواقع التوصل الاجتماعي logical منطقي traditional تقليدي طبعا ايه logical وقولك هنا هل أسبابك للشجار دي أسباب منطقي يعني تستاهل يعني number four this winter is severe severe يعني شديد أو قاسي so you must be careful الشيطة السنة دي قاسي جدا عشان كده لازم تاخد بالك the antonym of the word severe عكس كلمة severe هنا معناها ايه difficult harmful painful gentle طبعا هتلاقي كل كلمات مشة في نطاق واحد انه دي حاجة مش كويسة يعني معادة كلمة gentle اللوية لطيف يبقى عكس كلمة severe ايه gentle طبعا difficult يعني صعب harmful dark painful مؤلم طبعا هتبقى gentle لطيف number five if you want to do any noise go out of here now i want to read a novel طبعا اخوك مثلا اخوك مثلا اخوك بتقولك ايه لو عايز تعمل ضوضاء هنا اخرج برد دلوقتي انا عايز اقرأ الرواية يبقى make noise save in a noise have in a noise speak in طبعا تبقى make any noise number six to join the club you have to fill this form طبعا في تعبير عندنا اسمه يملأ الاستمارة form هنا عن استمارة عشان تلتحق بالنادي لازم انتملأ الاستمار دي اسمها ايه fill in this form تمام after his son's death بعد وفات ابنه his heart was not الغلب بتاعه بقى ايه proven proven هنا الماضي من كلمة prove youth بتاعه يوارهم taken driving broken مكسور طبعا القلبه مش طبعا بيكسرش بس التعبير مجازي عادلنا ان هو ايه he is very sad او he is very sorry هو حزين جدا طبعا number eight the money property طبعا money اللي هو المال property الممتلكات that you receive from someone اللي انت طبعا استلمتها من شخص ما after they died بعد ما يموت ياسمان بعد ما يموت means معناها ايه الذكاء violence شر inheritance الميراث او الارث confidence الثقة طبعا تبقى ايه inheritance ليه ليه الميراث security rules اللي هي قواعد الامن not or you will be find have to be following needn't to be followed have to be followed shouldn't be followed ناخد واحدة واحدة هنا عايز يقول هنا ايه مضطر او من المضطر انت تتبع هذه القواعد طبعا have to be followed هنا following هنا مش واضحة ليه لانا قلت have to be هنا دي صغط مبني للمجهول فبالتالي باجيبت اصرف ثالث needn't be followed مش محتاج ان انا اتبعها ده بقولك انت تتغرم طبعا ازاي مش محتاج ان انا اتبعها طبعا دي هنا يعني غرامة have to be followed طبعا دي هتبع الاجابة الصحيحة لان ايه في هنا ضرورة او في اجبار ان انا لازم نتبعها ولا هيتم تغريمي shouldn't be followed لا يجب نتبعها طبعا ليه ترسي نمور ثان Oliver Twist is the one of not interesting novel I have ever read هجل هنا ان Oliver Twist من افضل ايه القصائد الممتعة او الروايات الممتعة اللي انا قرأتها في حياتي طبعا هنا هتبع ايه the most عندنا في تعبير عندنا بقول ايه verb to be لما بيجي is one of واجيب وراها تسيط التفضيل الدرجة التالتة يبقى one of the most one of the best تمام نمور 11 I am not sure خلي بالك I am not sure my father not tomorrow evening حيث انا بقول انا مش متأكد ان بابا ممكن يكون بكرة شغال بالليه ولا لأ is working works is going to work may be working طبعا هنا الحال هايب عندي ايه may be working طب ليه is going to work حسنا بقول انا مش متأكد فماش بقول هتكلم is going to work ان هو سوف هيعمل انا مش متأكد فطبعا افضل كلمة افضل الحال هيبقى may be والفعل فان جي لان ده هيبقى مستمر احتمال يكون مستمر في وقت محدد في المستقبل اللي هو غدا ايه بالليل نمور 12 you got bad markets انت حصلت على درجات سيئة in your last exam فياخر متحن لي you not well before the exam هو عايزه اللي انت جيبت درجات وحشة اللي مفروح كنت تتذكر كويس هتلاحظوا انه فيه ندم او فيه زي ما بيقولهم لوم طبعا اللوم والندم يبقى شود في الماضي يبقى شودها في ايه تصريف تالي طبعا مش شود الريفايز اني مش هنصحني دلوقتي انا بكلم على حاجة في الماضي you got bad marks حصلت على درجات سيئة should be revised كان يا جمعتين مراجعتك ما بلن نقول should be revised طبعا غلط تبقى شودها في ايه لان الندم واللوم في الماضي شودها في تصريف تالي نمبر ثلاثين دينا نقط study on a candle yesterday دينا كانت بتذاكر على الشمعة بالامس ليه because the light turned off لين النور ايه كان قطع او كهربة فصلت يعني هتبقى had to ولا doesn't have to needing to have ولا out to طبعا بيكلم هنا yesterday في الماضي فصيغة الماضي في التلاتة تبقى ايه had to تمام نمبر فورتين نقط 300 pounds طبعا هنا هتلاحظوا ان فيه هنا كلمة he he ديت كلمة هنا ما كانها اصلا غلط معايا كده هي كلمة هنا زيادة عشان اصلا مش ماشا في المعنى خالص تمام يبقى هنا كلمة he غلط طب احنا هنستمر في كلامنا بقى هنقول ليبقى نقط 300 pounds he would have paid the bill لو مركزين هنا تحسوا انها جملة شرطية كان بييجي فيها if في الاول طب if هنا لو كانت في الاول كان بيجي بعدها ايه والجزء التاني موجود فيه would have تصريف تالت في الحالة التالتة احنا قلنا if had تصريف تالت would have تصريف تالت طيب دولة مصر ما فيش في الاختراط if ما احنا عندنا حاجة تانية اسمها بداء ال if في الحالة التالتة قلنا بداء ال if ممكن اقدم الفاعل المساعدة على الفاعل واحدة في if طيب هي اصلا كانت اكون هاي if فاعل هاد تصريف تالت تمام هنشيل if ايه اللي ينفع هنا بقى هتبقى ايه had he had انا هنا اصلاها he had had يعني if he had had 300 pounds he would have paid the bill لو كان معاه 3-8 جنيه كانت افعل الفطورة فانا شلت if وقدمت had ليه الفاعل المساعدة على he وبعدها كاملت تصريف تالت عندي وكده الصغة بتاعته صحيحة نمبر 15 I am supposed انا من المفترض not for my English exam انتحان انجليزي بتاعي at 8 p.m ساعة تمانية تمور غدا خبلكوا يا جماعة هنا بقى لما قول I am supposed انا من المفترض ان خبلكم كلمة supposed من المفترض ان كان عندنا فيها 3 سيئة طبعا كان بيجي في قبلها مفعول لانا ايه مفترض عليها الكلام ده طبعا دي كده كتب اجيه verb to be في المضارع و supposed to والمصدر او مفعول و verb to be في الماضل was aware و supposed to والمصدر او مفعول و verb to be لو am و is و are تمام كده في المضارع يعني و supposed to والفعل في انجي يطرد الصغالين من الثلاثة الصغال الثلاثة كيف بيتعبر عن ايه اللي هي am is are supposed to والفعل في انجي اللي بيتعبر عن ايه حدث من المفترض ان يكون مستمر في وقت معين في المستقبل هتلاحظوا هنا بيقول لي ايه at 8 p.m tomorrow الساعة تمانية مساء غدا يبقى نقول بمفترض غدا ان الساعة تمانية اكون مستمرة في مراجعة الامتحاد الانجليزي يبقى تبقى يا جماعة هتبقى letter ها هتبقى letter ايه letter c to be revising تمام number 16 of the four students miram is the clever cleverest clever more clever تمام من اربح طلاب طبعا miram هتبقى ايه the cleverest ليه يا مستر احنا قلنا اقد مقارنة بين اكتر من اتنين بنسميها تفضيل يبقى صفة ect جاب قبل هذا يبقى leverest تمام نجي بقى للقطع بتاعتنا طبعا اه ميزة في المراكعة النهائية في القطع اللي بتجيبها بتاع المعاصر جايب قطع اولا انا بستفيد منها معلومات جميلة جدا غير كده باخد منها language طبعا كلمات كويسة جدا جدا طبعا مفروضا لمساكل الكلمات دي هتوحفظها عشان يبقى عندي صروة لغوية القطع قدامنا حد اقراض احنا متعودين واحدا واحد اول حاجة بقول ايه people had to face up the fact that الناس مضطرة ان هي كانت مضطرة ان هي تواجه الحقيقة بتاعت ايه بقى energy sources were not going to last forever ان طبعا مصادر الطاقة لم تستمر للحبط so an architect called michael reynolds عشان قده فيه مهندس معماري architect يعني مهندس معماري اسمه michael reynolds ما حمله بقى decided to design homes قرر ان هو يصمم مباني او منازل that were cheaper to build ارخص في البناء and more energy efficient وكمان بتتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة هنا energy efficient تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة finally في النهاية he came up with idea of earth ships وفي النهاية طلع لنا بالفكرة بتاعته اللي بنسميها السفن الارضي earth ships use only 10% of the energy required to heat light and cool a regular hole السفن اللي بنسميها السفن الارضي المنازل لشكل السفن الارضي يعني بتستخدم تستخدم فقط ايه 10% 10% of the energy من الطاقة اللي بتطلب الابا heat ندف البيت يعني light نضي البيت cool ونجعل جاوه بتاعه يعني جاوه معتدل they can actually بالفعل be built to look طبعا المنازل دي بالفعل تم بناءها to look just like any other house كما لو تبدو او كأنها زي المنازل الاخرى بالزبط they are made from طب مصنوعة من recycled materials ودي الحاجة الغريبة جدا مصنوعة من مواد معادة استخدامها the main construction material المادة بتاعت التركيب الاساسية كانت ايه بقى of طبعا هنا construction تركيب او تكوين material المادة ومن الاساسية المادة الاسية بتاعت التركيب كانت ايه of an earth ship is used tires الاطارات المستعملة that are filled with dirt طبعا هنا dirt واحد يقول لي كزارة تمام بس هنا احنا نقول معناها افضل الترابة والطين يعني بيجبوا اطارات مستخدمة مستعملة ايه ملوها ترابة والطين the dirt filled the tires الاطارات المملوقة بالطين او بالترابة are then laid flat طبعا بيتم وضعها منبسطة مش تبقى وقفة يعني منبسطة مفروض يعني على ارض يعني and stacked like bricks طبعا stacked stacked هنا like bricks يعني مرصوصة زي الاول بالطب بالزبط فوق بعضها وجميع بعضها the spaces between tires هيبقى فيه ايه فراغات بين الاطارات هنعمل فيها filled with used cardboard بيتم بالقابل ايه بالورق المقاوعة والكارتون الو المستخدم ابل كده يعني the tires and the cardboard form the outside worlds of the earth ship طبعا الاطارات والورق الكارتون المستعملة ده بيشكلهم الجزء الخارجي او الحوايط الخارجية بتاعليه بتاع السفن الارضي او المنازل على شكل السفن الارضي the inside walls الحوايط الداخلية are made with all the cans مصنوعة من او مركبة من all the cans اللي يعيبقى العلب القديمة bottles زجاجات and cement والاسمنط طبعا that are eventually وفي النهاية covered and painted to look just like walls in a typical home وفي النهاية بيتم تغطيتها وتلوينها او يديها طلع يعني طبعا عايتم تطلقها كما لو تبدو زي ما تكون زي المنازل اللي بولوا علىها المنازل الtypical نموذجية او مثالية airships saves energy and natural resources طبعا السفن الارضية ديها بتعمل اللي بتحفظ energy الطاقة and natural resources والمصادر الطبيعية طيب for example على سبيل المثال airship uses less water بسخدم ماء اقل rain water ماء الامطار which is collected on the roof طبعا اللي بيتم تجمحها على السطح is used for drinking and bathing طبعا تستخدم للشرب وكمان الاستحمام furthermore علاوة على ذلك they are built into the ground طبعا المنازل اللي بقولوا عليها المنازل زي السفن الارضية ديت معمولة على الارض على السطح مباشرة which keeps the temperature متحفظ على درجة الحرارة inside the house داخل المنزل from getting too hot ان هي تبقى حار جدا او too cold او برد جدا and the solar they use less energy عشان كده بيستخدم طاقة اقل solar heat اللي نقول عليها الحرارة بتاع الشمس يعني helps to warp the house بتساعد في تتفاقة المنزل and the solar panels وكمان اللوحات اللي بيقول اللوحات الطاقة الشمسية built بيتم عملها فين بقى بقى وبناءها فين on the roof على السطح generate electricity عشان تولد الكهارة بقى to run appliances عشان تتوقم بتشغيل اللي اجهز appliances زي كلمة devices in the house في المنزل airships اللي بيقول علي المنازل على شكل السفن الارضية are even environmentally friendly طبعا تعتبر صديقة للبيئة that's why بلذلك they have been popular all over the world عشان كده متشر على مستوى العالم فين يعني they have been built in Bolivia موجودة في Bolivia Australia Mexico ميكسيك للمكسيك Japan Canada England Scotland and all over the US طبعا في الولايات المتحدة على مستوى الملات المتحدة كلها كده احنا قطعا نجلها السؤال to the correct answer number one number 17 what does environmentally friendly mean يعني كلمة environmentally friendly معناها ايه هل قد برزي environment هل بيت for the environment هل ميت from natural products هل found throughout the environment طبعا ايه good for the environment number 18 why do earth ships need less energy to heat and cool them ليه السفن الارضية بتحتاج طاقة اقل وهرها اقل عشان and cool them وكمان عشان تخلي جوه معتدل فيها هل ليه هل عشان they are more energy efficient هل هي عشان بتتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة ولا they recycle water بتحتاج استخدام المياه ولا they are built into the ground ولا عشان هي مبنية على الأرض ولا they are typically very small ولا هي فعلا صغيرة جدا طبعا انتبقى ايه هنا هتبقى letter c they are built into the ground عشان جابة الساعدة ليه اللي جاوب فيها بيكون معتدل number 19 in an earth all boxes would be used to طبعا في السفن الارضية السنديك القديم ممكن تستخدم في ايه هل recycle water هل build inside walls هل create fertilizer fill outside wall طبعا لو ركزنا هنا هنجد الحال عند fill outside wall السنديك الهاتف بتم لحوات الخارجية تمام number 20 what is the main idea of this passage يا طرح ايه الفكرة الاساسية بتاع القطعة دي environmentalists are concerned about energy earth ships are environmentally friendly homes earth ships are in many different countries earth ships look like typical houses طبعا لو ركزت هتجد ان the letter b earth ships are environmentally friendly homes منازل صديقة للبيئة نجيبها لها سلة بتحنصر ونركز جدا جدا عشان نعرف نجيب اجابة صحيحة number 21 an earth ship is often built out of cheap recycled materials explain بولك هنا المنازل السفن الارضية مبنية من مواد مواد استخدامها ومواد the main construction material of an earth ship is used tires that are filled with dirt كانت مملوعة بالتراب زمون the dirt filled tires are then linked flat and stacked like bricks وكانت الكوشات المليانة بالتراب أو الطن ديت بتحط ترص بعضها وتبا مبسوط على الأرض كمان the spaces between tires are filled with used cardboard كمان الفراغات التي ترد ترد الملي بالورا المقاو والكارتون the tires and cardboard for the outside walls of an earth ship وكمان اللي ترد وكارتون دا كان بيم للا الأحوات بتاع السفن الارضي the inside walls are made with old cans bottles and cement هتلاعوز هنا نجيب بالقطعة بالنص كل حاجة قلناها في القطعة تمام نجيب ال number 22 earth ships depend mainly on the solar power قولينا السفن الارضية تعتمد أساسا على الطاقة الشمسية mention to uses يعني نور solar energy is used to warm the house هذا أول واحد كيف تستخدم لتدفعة المنزل solar panels لو حت الطاقة الشمسية are built كان بيتم عملها لأي بقى to generate electricity to use home appliances عشان كان تشغل العجازة المنزلية number 23 كان بيقول هنا في number 23 would you like to live in an earth shape why طبعا هل تحب تسكن في منزل زي بتاع السفن الأرضية وليه طبعا الناس اللي تحب المغامرة هتقول لك أيوة تحب تعيش في مكان جديد وتغير هلأ قلنا لأ طبعا قلت أيوة هتقول السبب هقول طبعا yes المفروض هنا كان كتاب لي why not عشان يبقى عندي الحل المرخل ايه زي بعض يعني اللي عايز يقول yes او you'll know yes ممكن نقول ايبقى because it would be a nice experience طبعا ممكن تكون ايبقى ممكن تكون عشان دي خبرة واحد هتبقى خبرة كويسة تجربة وانترنت وكلامنا كله هيعمل ايه زي حضرتك طبعا هيقول طبعا no بدل ما فيش انترنت يبقى اكيد اعتقد مش تبقى كويسة المعيشة because ليه بقى it doesn't have many necessary things needed in our modern life اهو شفتم لان ايه مش هنلاقي الحاجات الضررية بتاع الحياة الحديثة it would be a primitive house ده هتعتقد ان النقد من المنازل مناسب لبلدنا يعني مصر يعني why not لولت ايوة الليه وتلعت الليه لولنا مثل ايوة yes i think they are suitable because we have good sunny weather all the year around واحد يقول طبعا مصر دائم طبعا ليه لأنه عندنا تقصي مش مسطول العام all the year round طيب حدي ثاني يقول لا no طب طبعا التقصي ده مش ما بيمفعش يعني في التقصي المتخير على مدار الايه العام نجي بالليه الترجمة الجزء الخاص بترجمة اللي انتو بتفضلو زي ما قول كل مرة ترجمة من انجليز العربي احنا ازي كل مرة بقول هلك تاني عشان لو حد اول مرة يسمعني يا جماعة احنا بنترجم معاني جمل كاملة وليس كلمات منفصل عن بعضها تمام وبالتالي لو فيه كلمة انا مش عارفها ممكن استنتجها من السوق العام واقدر احصل على الدرجة كاملة لان احنا لما بنصح ترجمة بنصح عايز وانا بصح كده المعنى يوصلي لو المعنى وصلي بتاخد الدرجة كاملة نشوف كده بقول لك حاول دائما ان تستغل لوقتك افضل استغلال وان تقرأ كثيرا لأنك عندما تنتهي من دراستك لن تجد وقت فراغ لتفعل ذلك مش هتلاقي بقى تفرغ عشان تقرأ فيه خالص طيب نشوف الترجمة التانية طبعا ترجمة ترجمة الانجلزية وانتو بتخافوا من الترجمة دي وتصعبوها معاني دلوقتي المفروض في النموذج الرابع نكون احنا زبطنا الترجمة بتاعتنا خالص بقول في الأول تعاني كل دول العالم من انتجار فيروس كورونا المستجد وعدم موجود دواق من حتى الان طبعا نسا المترجم فيروس كورونا اخوار سويد طبعا هترجم الكلم ده ازاي الترجمة بسيطة جدا جدا من اللي هتعاني كل دول العالم وتو كنت بترجم من عرب الانجليزي لازم تشوف الفاعل فين وتبدأ به طبعا هنا دول العالم يبقى كل دول العالم يبقى الفاعل هبدأ به يعاني من انتشار له كورونا المستجد المستجد وعدم وجود دو آمن and the absence of a safe medicine دو آمن for it up till now حتى الان مش لقين لحتى الان دو وليهذا يجب على الجمهار تتا الكمامة ايه كمان وغسل اليدين وطبعا نحط كما ووش our hands واستخدام الكحول اللي حميت أنفسنا and use alcohol to protect ourselves نحمي نفسنا طبعا الكحول هو الكل طبعا كده احنا وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا لو عاكم الفيديو ما ننساش تعمل لا ك الفيديو وتشارك في القناة لو كنتش شاركت وتفعل الجرس عشان وصلك الفيديوات القادمة ان شاء الله لو عندك استفسار او طلب اكتبه في التعليقات في الكمنت اسفل الفيديو ولو ما عندك شي من كنت شكعنا بتعليق جميل وتشار الفيديو لأصحابك عشان نتسفيد وتعمل الفائدة كان معكم مصر رحمد العبد من قناة دروس تعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة